ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات محاسبة الضرائب للصف الثالث التجاري وحلقة جديدة بعنوان جديد او بموضوع جديد من موضوعات محاسبة الضرائب ومحاسبة الضرائب احنا عارفين بتدرس لي الصف الثالث التجاري نظام الثلاث سنوات السنة المنتهية وامتحانهم ان شاء الله بيكون في نهاية السنة وايضا يدرس لي الصف الرابع شعب تشئون قانونية للمدارس السنوية التجارية نظام الخمس سنوات ان شاء الله بإذن الله بنكمل معكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني باقي حلقات او باقي موضوعات محاسبة الضرائب وبالنسبة للصف الرابع انتحانهم نصف العام موضوعاتهم قلنا برضو في حلقات متكررة قبل كده عبارة عن اربع موضوعات مهمين جدا وبرضو بنكمل مع الصف الثالث عشان خاطر يبدأ يكمل منهجهم عشان ربنا يكرمكم بإذن الله اخر السنة وتبدأوا تحققوا امنياتكم وتبدأوا تحلوا ان شاء الله الامتحان وتمانياتنا بالتوفيق من قناتكم هنا قناة مصر التعليم الفني هنبدأ في موضوع جديد وهو موضوع ضريبة المهن الحرة وما يطلق عليه ضريبة النشاط الغير تجاري طيب احنا دلوقتي خدنا سلاس موضوعات قبل كده وده الموضوع الرابع وده يعتبر الموضوع الاخير وفيه الموضوع التالت وفيه الموضوع الرابع الاخير إرادات السروة العقارية اربع موضوعات مقررين بالنسبة للترمي الاول للصف الرابع شعبة شؤون قانونية طيب اول موضوع خدنا مع بعض هو محاسبة الضرائب والخاص به محاسبة ضريبة المرتبات وبعد كده خدنا ضريبة النشاط التجاري والصناعي والنهاردة في موضوع جديد وهو ضريبة المهن الحرة وقلنا له اسم تاني ضريبة المهن الحرة ضريبة النشاط غير التجاري طيب احنا دلوقتي نقصنا برضو موضوع تاني ان شاء الله خلال الحلقة هناخده وهو ضريبة السروة العقارية تمانياتنا لكم بالنسبة للصف الرابع وان شاء الله برضو تمانياتنا للصف الثالث التجاري عايزين نشد حينها شوية خلاص امتحنات على الابواب بالنسبة من نص السنة للصف الرابع والصف الثالث تبدأوا مسارتكم وتكملوا بقية المنهج بتاعكم اربع موضوعات مهمين جدا بمحاسبة الضرائب وتابعونا في حلقات حلقات سابقة في محاسبة الضرائب على خلاط مصر التعليم الفني على اليوتيوب واحنا طبعا ننتظرين ان شاء الله اي استفسار خاص بايه الموضوعات اللي احنا بنشرح حالكم في حلقاتنا المميزة والخاصة بمحاسبة الضرائب لشعبة الادارة للصف الثالث والصف الرابع شعبة شؤون قانونية على بركة اللي ان شاء الله هنبدأ الموضوع التالت معانا وهو ضريبة المهن الحرة وقبل ما ابدأ ضريبة ضريبة المهن الحرة عايز اعرف عيني كلمة ضريبة مهن حرة ضريبة مهن الحرة هناخد التعريب بتاعها وناخد مفهومها واين تطبق ودي قلنا من سلسلة الضرائب المقررة علينا طبعا قلت قبل كده وفي حلقات كتير عندنا ست موضوعات للمحاسبة ست موضوعات المهمين جدا بالنسبة لنا وكل موضوع منهم بيناقش ضريبة معينة في المحاسبة او برضو احنا بنستفاد منها في الحياة العملية عشان خاطر تبدأوا تعرفوا ازاي تدفعوا الضريبة ازاي تتحصلوا او تتحصلها الدولة من الغير ولها انواع كتير جدا قلت اربع موضوعات بالنسبة للترم الاول وهو ضريبة المرتبات ضريبة النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن الحرة وارادات السروة العقارية في موضوعين مهمين جدا 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 وبرضو لا اختلاف عليهم في الامتحان دول ان شاء الله بالنسبة للصف التالت والترم التاني بالنسبة للصف الرابع وهو ضريبة النشاط التجاري والصناعي للاشخاص الاعتبارية والضريبة الاخيرة هي ضريبة القيمة المضافة طيب درسينا النهاردة بيتكلم على ضريبة مهمة جدا اسمها ضريبة المهن الحرة او الضريبة او ضريبة النشاط غير التجاري طيب ايه معنى كلمة ضريبة مهن حرة؟ مهنة حرة هي مهنة يخضع لها الفرد يعني يخضع لها الفرد للضريبة على ما يعمل به بالاضافة الى عمله الاساسي يعني انا برضو عايزة اضحة لك بطريقة تانية لو قلنا تعرفها انا شغال في مكان رسمي او اساسي او وظيفة اساسية في فترة معينة لو انا عندي عمل اضافي بيبقى دا اسمه مهنة حرة عندنا تلات موضوعات مهمين جدا او تلات مهن مهمين جدا وما اكتر برضو المهنة الحرة اللي موجودة عندنا في الموجودة عندنا في العنشطة المختلفة زي عندنا المقرر بالنسبة لنا تلات انشطة وهي الطبيب والمهندس والمحاسب احنا عندنا تلات مهنة حرة طبيب مهندس محاسب ودي مثال بسيط لو انا دكتور في الفترة معينة والصباح مثلا بيكون شغال في مستشفى وبعد كده فترة مسائية بيكون عنده عيادة خاصة به انا عايز احسب نشاطه او الربح بتاعه واحسب عليه الضريبة في النشاط الاضافي او المهنة الحرة الاضافية الخاصة بعمله يعني لو هو الصبح شغال في مكان رسمي ما يقدرش يبدأ يخضع على الضريبة اللي هو بيخضعوا ضريبة مرتبات احنا في فترة تانية او ما يمتلكه او ما يعمل به مثل العيادة بتاعته الخاصة دي طبعا تخضع لايه للضريبة بتاعتنا اللي هي المهنة الحرة كذلك المهندس والمحاسب كوني شغالين في الشركات وبعد كده بيكون عندهم مكاتب فاحنا هنحسبهم برضو في مهنة زي المحامي وفي مهنة زي الرسم وفي مهنة كتير جدا جدا تعتبر مهنة حرة ودي لا يخضع لاشراف او توجيه صاحب عمل نبدأ ان شاء الله كده نشوف التمرين الاول او المهنة الاولى معانا ونبدأ نحلها زي وخطوات حل التمرين رجاء منكم تحاولوا تركزوا موضوع سهل جدا وعليه درجات كويسة في الامتحان تبدأوا تحلوا قلت كتير جدا جدا على قد ما تقدروا وعلى قد ما تحاولوا تحلوا امتحانات وتمرين كتير هيبقى الموضوع بالنسبة لكم سهل ان شاء الله طيب نبدأ في الاول مع الموضوع الاول اللي هو ضريبة المرتباء او ضريبة المهنة الحرة الضريبة الاولى الضريبة على ارادات المهن غير التجارية او المهنة الحرة يقصد بالمهنة الحرة تلك المهنة التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص للغير وبصفة يؤديها الشخص بعمله للغير وبصفة مستقلة ويحتاج مباشرتها الى كفاءة علمية خاصة كالمحاسب والطبيب والمهندس يبقى احنا عندنا ثلاث مهن مهمين جدا محاسب وطبيب ومهندس وقلنا المهنة الحرة هي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغير يعني انا يكون عندي نشاط خاص بينا وبأدي خدمة المين للغير وبصفة مستقلة ليست تغضع لاشراف او توجيه شخص معين او جهة عمل اخرى يبقى لازم طبعا يحتاج مباشرتها في كفاءة علمية خاصة طبعا زي المحاسب والطبيب والمهندس قلنا دلوقتي النشاط ده عبارة عن ثلاث مهن هندرسهم يعني احنا مكرر لنا في السؤال ده محاسب وطبيب ومهندس ومن شروط خضوع ارادات المهن غير التجارية اول شرط عندي مزاولة المهنة بصفة مستقلة وفي مصر او خارجها انت هتطبق او هتزاول المهنة بصفة مستقلة مش تابع او اشتراك مع احد الافراد وطبعا بيكون في مصر او فين او في خارجها رقم اتنين قيام المهنة على عنصر العمل واحتراف المهنة او النشاط طيب احنا كده قلنا الجزء الاول الخاص معانا اللي هو خاص بالتلات مهن ركزوا شوية المهنة الاساسية معانا موجودة وهندس طبيب محاسب لازم كل مهنة لها نشاط والنشاط ده عبارة عن ارادات ونفقات انا بحصل قد ايه لو نفترض خدنا مثال لطبيب هو الصبح طبعا طبيب شغال قلت في مستشفى وبعد فترة كده مسائية بيكون عنده عيادة العيادة دي بيكون لها ارادات وليها نفقات عايز بقى كل اللي انت حضرك تفهمه تعرف ايه هي ارادات الطبيب ده وايه هي نفقاته وتترحم من بعض هيديك صاف الربح بتاعك اللي هو بيخضع للضريبة او ما يسمى بوعاء الضريبة حاجة مهمة جدا جدا انا عايز اقولها ركز وفكر في العناصر اللي جايلك في التمرين عشان ما يبقاش بالنسبة لك صعب لو انت فاتح عيادة انا هكتب ارقام او هيخضع للضريبة كل ما هو متعلق بالعيادة يعني اي حاجة تخرج عن نشاط العيادة لا تخضع للضريبة وهندي امثلة كتير جدا طب احنا دلوقتي لو نفترض مثال قبل ما ابدأ في التمرين الطبيب لو قال لي اراد كشف او اتعاب كشف بالعيادة مش احنا دلوقتي العيادة بتاعتنا فيها كشف للممرضين او للعملاء او نزلاء اللي موجودين معايا او اي حد جاي يكشف يعتبر بالنسبة لي بيدفع ارادة ده ارادة خاضعة لان ده ارادة من ضمن ارادات العيادة طيب لو انا قلت مثلا ارادة عقار يمتلكه الطبيب ده عنده عقار او مبنى او بيت مأجره وبيحصل منه على ارادة هل ارادة البيت ده او المبنى خاص بالعيادة لا طبعا مش خاص بالعيادة طبعا لا يخضع الى الضريبة وهنقول الطريقة السهلة هما في طريقتين وبرضو في خلال الشرح ان شاء الله هنوضح لكم الطريقة دي تتحل ازاي او دي تحل ازاي بس احنا عايزين نسبة على طريقة سهلة بالنسبة لنا عشان نبدأ نطبقها في الامتحان وما نطلق باتشو احنا بنحال طيب هناخد دلوقت التمرين الاول الخاص بالضريبة على ضريبة المرتبات وهو التمرين او التكاليف قبلها التكاليف والمصرفات واجبة الخاص عندنا ايجار وعندنا في نفس الوقت مصرفات السفر مصرفات مشتركة مثل التليفون والسيارات ويخصم سلسية هذه المصرفات قلنا لسه هنشوفها في التمرين التبرعات والاعنات وقلنا تبرعات بكل الحكومة وتبرعات للجمعية الخيرية المشهرة والتبرعات لفقراء الحي جزء التبرعات ده مهم جدا لازم تعرف ان التبرعات عبارة عن ثلاث انواع تبرعات للحكومة وتبرعات لجمعية الخيرية المشهرة وتبرعات لفقراء الحي يبقى التبرعات دي تعتبر ثلاث تبرعات وفيه مصرفات مشتركة دي كلها التكاليف اللي انت بتخصمها من نشاط الجزء الخاص بيك التمرين الاول طيب قال لي فيه ميالي عيادة خاصة بمكتب محاسبة يبقى احنا دلوقتي النشاط بتاعنا ايه مكتب محاسبة يملكه سمير فكري عن عام 2021 يبقى احنا مكتب المحاسبة اللي احنا بنشتغل عليه الاراب بتاعنا والنفقات يعتبر مكتب محاسبة طيب اول حاجة في التمرين دي الارادات التي تخضع للضريبة وفيه برضو بعض البنود منها لا تخضع للضريبة ركزوا معي على الكلام ده لنقول موضوع سهل جدا جدا بالنسبة لكم اول حاجة هنبدأ فيها هنبدأ نقرأ التمرين ونعرف ايه ارادات ونفقات الممول طبعا ده اعتبر مكتب محاسبة اتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه ارباح بيع اجهزة كمبيوتر مستهلكة اتعاب محاسبة ومراجعة اتعاب تقديم اقرارات ضريبية نيابة عن عملائه ارباح بيع اساس مستهلك عمولة عن توسطة الاحد عملاء في بيع امارة ارباح بيع قطعة ارض يملكها اتعاب تصميم نظم وحاسبية الاحد العملاء ادي بند اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمان بنود التمن بنود دول اللي ركز معي فيهم وحاول تكتب ورايا كل لايه الاسئلة الخاصة بيها عشان لما تيجي تحيل التمرين يبقى سهل بالنسبة لك طيب الجزء التاني بقية التمرين النفقات النفقات تعتبر كلقات اشتراك نقابة التجاريين منها خمس تلاف اشتراك نادي الرياضي بقى فيه اشتراكين اهو نقابة التجاريين ونادي الرياضي مع العلم ان الوظيفة بتاعتنا دلوقتي محاسب اشتراك اصول سابتة استهلاك اصول سابتة مجافئات المساعدين بالمكتب مصرفات عمومية وقدارية تبرعات لجماعات خيرية معترف بها ومشهرة تبرعات لجماعات خيرية بيكون معترف بها ومشهرة حدد لي من نوع من ثلاث انواع من التبرعات فاذا علمت ان اتعاب المحاسبة المراجعة تشمل اربعين الف جنيه اتعاب عن العام الماضي والممول مؤمن على حياة مصلحة زوجاته وولاده القصر بواقع قسط شهري 300 جنيه المكافئة الشهرية المساعدين 3000 جنيه واجار المكتب الشهري 2000 جنيه اتعاب المحاسبة المراجعة كل ده احنا اللي محتاجين منه برضه اقولها لكم في منحظات الممول مؤمن على حياة المصلحة زوجاته وولاده القصر دي مهمة بالنسبة لنا اما اتعاب المحاسبة المراجعة فيما انها تخص العام الماضي لا تعنينا العام الماضي احنا بنشوف بالايه بالمحصل بالفعل خلال العام المحصل نادي ومكافأة شهرية واجار المكتب دي تعتبر آآ ليست لها علاقة برضو بالجزء اللي احنا بنحل به عشان احنا عايزين فيما يحصل نقدا طيب نبدأ مع بعض التمرين الاول للمطلوب تحديد وعائد ضريبة على دخل اشخاص الطبيعيين حساب الضريبة المستحقة على الموال علما بان المهم يمسك دفاتر منتظمة ملاحظة هامة بقى قبل ما حل التمرين دي يقول عن توسطه هنرجع لها تاني بعد ما بنحل التمرين او الجزء بتاعنا طيب هتبدأ حضرتك تسطر الجدول ده عبارة عن تلت خانات تمام تلت خانات دول بتكتب هنا البيانات وهنا الجزء وهنا الكل طيب هنبدأ اول حاجة الاراضات الخضعة وانت بتحل التمرين يفضل ان هو يكون خلال صفحة واحدة يعني انا وانا بحل التمرين محاسبة بتاع الضريب ده ياريت ضريبة المهن الحرة وانت بتحل التمرين يكون صفحة واحدة انا مش عايزه ايه مش عايزك تعمله على جزئين ان الصفحة ما كفتش معك او ما كملتش ابدأ في صفحة تانية جديدة مفيش مشكلة لكن الجدول يفضل كده يكون في صفحة واحدة ما نسيبش سطر نبدأ نحله اه على اجزاء وهتلاقيني انا مجزء مجزء اهم لك على شريحتين شريحة للاراضات وشريحة للنفقات عايز ابدأ دلوقتي بالاراضات وانا عديتهم قدامك 8 بنود على الاراضات وابدأ شوف التمرين بيتحل ازاي طيب نبدأ اول حاجة بالاراضات ونشوف 8 حاجات اللي احنا رصناهم في التمرين ونشوف ايه اللي يخضع للضريبة وايه اللي لا يخضع للضريبة اول حاجة الاراضات الخضعة للضريبة انا كتبت 8 حاجات كده في طريقة كويسة بالنسبة لك ان انت تكتب التمن بنود او اي بند جالك العدد ستة خمسة ايا كان تكتبه من الاول من غير ارقام. اول اتعاب قبلتنا من التمرين اتعاب جلسات نيابة عن عملائي. حضور جلسات نيابة عن عملائي. اتعاب محاسبة ومراجعة. اتعاب تقديم اقرارات ضربية نيابة عن عملائي وعمولة عن توصوته الاحد عملائي ببيع عمارة. ارباح بيع قطعة ارض يملكها. اتعاب تصميم نظم محاسبية الاحد العملاء. ارباح بيع اجهزة الكمبيوتر مستهلكة وارباح بيع اساس مستهلك لو عدي نوم هما اللي في التمرين في بند الارضات. يبقى بند الارضات اللي موجود معنا كل البنود دي التمانية هي دي التامن حاجات اللي احنا لنوم في التمرين. جالي بقى في التمرين اربعة تلاتة خمسة ايا كان العدد. طيب احنا متعودين برضو انا والسادة الزملاء ان احنا اي اتعاب خاصة بالمهنة بيتحطي لها رقم. يعني مثلا اتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه تغضع للضريبة بمبلغ تلاتين الف حطيت التلاتين الف بتاعهم. اتعاب محاسبة ومراجعة بعشرين الف او بمتين الف حطيت المتين الف بتاعهم اتعاب تقديم اقرارات ضربية نيابة عن عملائه حطيت الايه المت الف ودي طبعا كلها موجودة في التمرين التلات كلمات او التلات سطور الاولى او التمانية كلهم موجودين بأرقامهم خلي بالك كده لاحظ كلمة أتعاب 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 عادة كل الأتعاب تخضع للضريبة إذا كانك تخضع لنشاط المنشأة أو المكتب أو العادة بتاعتنا إذا كان النشاط ده أو الإرادة أنا بعمله جوه المكتب وبيخضع لضريبة معايا عشان خاطر ده إرادة من ضمن إرادات نشاط المكتب طب بصوا الكلمة دي عمولة عن توسطه لأحد عملائه في عمارة طب يا جماعة أنا دلوقتي راجل محاسب وفتح مكتب هل أنا شغلنتي تكون سمصار بتوسط في بيع عمارة بيع العمارة ليس من أنشطة المكتب المحاسبي فتلاقيني كتبتها وخدت قدامها شرط أرباح بيع قطعة أرض يملكها الممول عنده قطعة أرض أو الراجل ده المحاسب عنده قطعة أرض ومأجرها وبجيله أو باعها بجيله منها إرادة ليس لها علاقة بنشاط المكتب حطيت قدامها شرطة يعني لا تخضع للضريبة أتعمى تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء دي طبعا من أنشطته بعشرين ألف أرباح بيع أجهزة كمبيوتر مستهلكة طالما هو داخل جوة المكتب وعنده كمبيوتر أو أجهزة كهربائية أو أي أجهزة خاصة بالمكتب تخضع للضريبة فعلا وأرباح بيع أساس مستهلك المكتب يكون في أساس طبعا ببيعه وهو مستهلك فبحط رقم بتاعه بجمع كل ده يديني المبلغ 368 ألف وده يجمال الإرادة لاحظ أن الاتنين دول اللي أنا خدتوا قدامهم شرطة اللي يعمل عن توصوت القاعدة وعملها في بيع عمارة أو أرباح بيع قطعة أرض في طريقة تانية أن أنا ما كتبهمش في قلب الجدول برضو صح أنت إما ما تكتبهمش أو تكتبهم وتحط جنبهم شرطة أنا بفضل إن إحنا نكتبهم كلهم واللي مش هيخضوا على الضريبة هيتساب إيه قدامه فاضي الجزء الأول كده عندنا خاص بيه الإرادات وإحنا شفنا الإرادات بتاعتنا عبارة عن إيه اللي هم التمن إرادات التمنين سهل جدا قسموا على جزئين إرادات في الأول ونفقات فالإرادات جاية عندنا بتمن إرادات امسك حضرتك التمن إرادات اللي موجودين معاك أو سبعة أو ستة وكل إيه سطر بيتكلم أو كل باندي بيتكلم عن إيه مش هبدأ أقول ده درس ده ده حفظ لا ده مكتب محاسبة كل ما يتعلق بإرادات مكتب المحاسبة بيخضع للضريبة أحط رقم بتاعه طيب هو لو في حاجة زي ما جبت في التمرين عمولة عن تقصته في بيع عمارة ما لهش علاقة المكتب ده وبرضه في نفس الوقت جبت إيجار أو إراد بيع قطعة أرض يملكها ما لهاش علاقة بالمكتب بتاعنا عشان كده خاطر خدته قدامها شرطة ولو حضرتك ممكن تعملها بطريقة تانية أو حضرتك طلبة لازم تركز في الكلام اللي بقوله مش عايزة تكتبينه في قلب الجدول من ضمن الإرادات مفيش مشكلة عادي طريقة دي صحيحة والطريقة التانية برضو صحيحة بس إحنا بنقول الأسهل لنا إحنا بنجيب التمرين ونجيب الإرادات كلها نرصها تحت بعض ونبدأ نفكر في الأرقام هل هي تغضع ولا لا تغضع حتى على الأقل هتجمع درجات في التمرين مش هتقول إيه إن أنا نسيت حاجة فيه برضو أنا برجح للطريقة التانية الليقولة ليه عشان خاطر ممكن حضرتك في بند المفروض يغضع للضريبة وإنت بتعتقد ما يغضعش للضريبة فمش كاتبه أو مش كاتبه في الجدول خالص يبقى الأفضل لنا نرص البنوط كلها ونبدأ نفكر واحدة واحدة هل البندي ده يغضع ولا لا يغضع وتبدأ ترتبه واحدة واحدة معك هتبقى التمرين بنسبة لك سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة بدأنا بالجزء الليولاني في التمرين اللي هو الإرادات هنبدأ نكمل بعد كده الجزء التاني اللي هو النفقات ونشوف تمريننا هيوصل لإيه وحسب الضريبة بتاعتي إزاي طيب الجزء التاني جبت رقم الأخير اللي هو إجمال للإرادات اللي هو موجود معي بمبلغ تلتمية تمانية وستين وده آخر حاجة كان في الجدول اللي قبل كده طيب المصروفات طلعت عندك هي ادي مصروفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس مصروفات اشتراك نقابة التجاريين قال لي منها خمس تلاف اشتراك نادي الرياضي هما كلهم خمستاشر خدت خمسة يتبقى لي عشر يبقى احنا دلوقتي اشتراك نقابة التجاريين ده محاسب يغضع نقابة التجاريين الايه من ضمن النفقات اللي بتتصرف معايا اما اشتراك نادي الرياضي غير مرتبط بنشاط المكتب جيت قدامه حطيت شرطة لان اشتراك نادي الرياضي مش من ضمن قشرة المكتب انا مكتب محاسبة اخد منه فلوس وادفع من ضمن المكتب او مصروفات المكتب هروح ادفع اشتراك النادي ليس لاها علاقة بالايه بالمكتب بتاعنا استهلاك اصول السابقة طبعا تابعنا حداشر الف تغضع مكافئات المساعدين بالمكتب تغضع بـ 52 الف مصروفات عمومية وادرية تغضع بـ 44 الف هجمع كل دول كل النفقات او المصروفات هتطلع بـ 117 ونبدأ الخطوة التانية نطرح اجمال الاراضات اللي في الاول ناقص النفقات تلعت بـ 251 الف تكملت الجدول طبعا عشان الشرائح تبقى واضحة قدامكم خطوتين دول في غاية الاهمية صبع في الاراضي قبل خاصم التبرعات الرقم اللي جامعايا اللي هو الاول عبارة عن كام؟ عبارة عن 251 الف ده الصاف اللي موجود بعد ما طرحت الاراضات من الايه؟ من النفقات بصوا جماعة ده مهم جدا التبرعات بس حابب قبل ما اقولها تركز في الموضوع الخطوة الاولاني كلمة يخصم منه التبرعات لتلات جهات التبرعات لتلات جهات وركز في التمرين ده عن بعد كده ان شاء الله ما ناخد التمرين اللي هو بتاع الاشخاص الاعتبارية بتختلف شوية فركز في كل التمرين على حدة عشان ما تطلق بطش التبرعات بكل تلات جهات لكم جهة؟ تلات تبرعات للحكومة او اي هيئة حكومية ودي بتخضع للضريبة اذا قال اتبرع للحكومة او اي هيئة اقدرية ده اعتبر مصروف خاضع للضريبة تبرعات لجمعية خيارية مشهرة دي ما بحط لهاش رقم بتاعه في الاول في التمرين لكن بخصمها بعد كده زي ما هوريكم دلوقتي هقول لكم الخطوة بتحل ازاي اما تبرعات لفقراء الحي او للمساكين او لضحايا الزلزال او اي حزب سياسي لا تخضع للضريبة يعني تهملها او تخطها في التمرين وقدامها شرط تاني اخر مرة في التبرعات هكررها تاني تبرعات للحكومة ودي تخضع للضريبة بحط لها رقم بتاعها تبرعات لجمعية خيارية مشهرة باجي اجي في التمرين ما حطهاش في النفقات وبعد كده ابدأ اتراحها بنسبة هقول لكم عليها تخصم في حدود 10% من صف الاراضة ورقم ثلاثة تبرعات لمين بقى التبرعات التالتة دي اللي هي لا تخضع تبرعات لفقراء الحي او للمساكين او تبرعات مثلا يقولي لحزب معين او تبرعات لمندوبي او اي حد طبع زلزال او سيول اي حاجة من دي لا تخضع للضريبة ليش ما اقول انا هتبرع لفقير هيديني وصل او اي صال طبع انا اتبرعات الحكومة ما هي الضرائب رايحة فين رايحة للدولة فدي تعتبر من ضمن النفقات اللي انا ممكن اصرفها وبيسمح بيها بالمبلغ كامل طيب هكمل دلوقتي الجزء التاني بتاعنا بتاع التبرعات والجزء بتاع التبرعات دي تحلل زي معانا هنشوفه دلوقتي في التمرين طيب تبرعات لجمعية خيارية مصرية مشهرة في حدود 10% هنمسك صافي الاراض ونضرابه في 10% سابت صافي الاراض الرقم اللي تلع ده اللي هو 251 الف فعشة على مية هيطلع 25000 ومية والمدفوع عندي في التمرين 20000 ايهما اقل هل 25000 ولا او 25000 اه ولا العشرين الف طبعا الاقل 20000 تاني تبرعات لجمعية خيارية مصرية مشهرة 10% من صافي الاراض صافي الاراض 251 الف اضربه في 10% تلع ب25100 طبعا انا باخد لقال اللي هو المدفوع ده جايب لي في التمرين ب20000 اطرح يتبقى لي 231 الف جنيه يخصم اقصاد تأمين على الحياة قال لي في التمرين الممول مؤمن على حياته لصالح زوجته واولاده القصر يعني اولاده الصغيرين بتلتمية جنيه في الشهر اي حاجة بالشهر تضربها في 12 وركز ممكن يجيبها لك سنوية يقول لك الممول مؤمن على حياته لصالح زوجته واولاده بواقع 3600 جنيه سنويا لو جات لك بالشهر ادفعها في كام في 12 3600 قال لك التأمين حضرتك ما زيتش عن الحد الاقصى 3000 يعني انت لو ما امن على حياتك او حياة اولادك ما تزودش عن كام عن 3000 جنيه يبقى باخد ايوم اقل للتلات تلاف هيتبقى لي 128000 واخصم اعفاء شخصي رقم سابت بتامن تلاف ما بيتغيرش رقم ده سابت معي هيتبقى لي 120000 وكده يكون انتهى المطلوب الاول اللي هو وعاية ضريبة بس قبل وعاية ضريبة عايزة او نشوف حاجة مع بعض دلوقتي اللي هو ملاحظات على الحل اموله عن توسطه البيع عمارة باثناشر الف لا تخضع لا توضع ضمن الاراضات الخاضعة لانها اراضات غير متعلقة بالمهنة اراضات عرضية ارباح بيع منزل يملكه لا تخضع للضريبة غير متطبطة بالايه بالمكتب بنشاط المكتب مكفآت المساعدين لا يخضع للضريبة على الاساس النقدي يخضع للضريبة الاساس النقدي ولا يؤثر الشهري الشهري ده لو لقيته في التمرين بالنسبة للمكفآت او اي مصروفات لا تأثير ايجار العيادة يخضع للضريبة على الاساس النقدي ولا يؤثر الشهري زي اللي فات اما اشتراك نادي رياضي يستبعد من التكاليف لانه مصروف شخصي وبعد كده هنبدأ نكامل التمرين بتاعنا او الجدول الخاص به على الاراضات بتاعتنا احنا كده قلنا برضو حاجة مهمة جدا معكم لازم تركزوا فيها وانتو بتحلوا لما جيلك الجزء الاخير ده بتاع التبرعات او الجزء الخاص بالتبرعات بتاعتك ما تحاولش اااا تعقد نفسك في الجزئية دي التبرعات عندك لازم تكون تبرعات لجمعية خيرية مصرية مش هراء وداخل مصر برضو ملاحظة مهمة يجي يقول لك تبرعات لجمعية خيرية مش مصرية بالخارج مناش دعوة دي كلها برضو لا تخضع للضريبة يحط شرطة قدامها مش من ضمن النفقات تمام يبقى احنا عايزة نقول تاني التبرعات لازم تكون تبرعات لجمعية خيرية مش هراء رقم اللي قبليه اللي هو صف الاراضي الشه السنوي اللي او اللي موجود معايا المفروض ان هو بيدرب في عشرة في المية وهو ما نفترض نفترض من المبلغ بمتين الف في عشرة في المية بعشرين الف وهو جايب لك في التمرين التبرعات لجمعية خيرية مش هراء طلع بخمستاش انت بتاخد الاقل يعني انا لو صف الاراضي مثلا قلت خارج التمرين بتاعنا موجود بمتين الف ضربته في عشرة في المية طلع بعشرين الف هو كاتب لك في التمرين تبرعات لجمعية خيرية مصرية مش هراء بخمستاشر اخد الاقل اللي هي خمستاشر وتترح من ايه من المتين اللي انا لسه ايله طب انا عندي في التمرين ميتين واحد وخمسين الف والناتج لما ضربته في عشرة في المية طلع بخمسة عشرين الف ومية وهو دافع تبرعات في التمرين عشرين الف فبا اخد الاقل يتبقى لي 231 ألف أما بقى بالجزء المهم جدا تأمين على حياة الممول صالح زوجته وأولاده القصر زوجته وأولاده القصر خلي بالك التأمين بيكون ليهم هما بس يعني أنا ما باجي أأمن أأمن على زوجتي وعلى أولادي طيب لو جال في التأمين الممول ده أو المحاسب ده مؤمن على حياته المصلحة مين والدته أخوه تركزوا بقى في الحاجات لهؤلاء إذا كانت والدته أو أخوه أو زوجته التانية أو إذا كان مثلا ابنه متزوج أو بنته متزوجة الرقم اللي جاي لك بيتقسم على اتنين ده هو بيدفع 600 جنيه تأمين كل شهر يبقى اللي هنشتغل علي تلتومية وركز معي في الجملة اللي جاية دي لو جاب لك في التمرين تأمين على حياة الممول بالشهر أضربها في 12 في تمرين في امتحانات سنين لسه قريبة جاية جابها لك سنوية يبقى لو سنوية مش هضرب في 12 هاخد الرقم كله وأنا فاكر التمرين في امتحان قال لك الممول المؤمن على حياته المصلحة الزوجته وأولاده بواقع 4000 جنيه في الشهر طيب شو بقى هو المفروض لحد الأقصى ما زيتش عن كام عن 3000 جنيه فتركزوا معي في النقطة دي كويس قوي نقص لنا آخر جزئية في التمرين بتاعنا وهي الخاصة بحساب الضريبة المستحق طيب تعاني شو بقى دلوقتي الضريبة المستحقة معنا تحسب إزاي جبنا الإرادات وخدنا النفقات وجبنا التأمين بعد كده جزء المؤمن تحسب الضريبة حضرتك إزاي الضريبة بتتحسب إزاي بنظام شرائح وقلتها قبل كده طيب أنا ممكن أرخصها لكم في حاجتين كويسين جدا هيسهلوا معكم التمرين إحنا عندنا دلوقتي أول تلات أرقام دول اللي هما التلاتة دول اتين وعشرين ألف في عشر عالمية بألفين ومائتين خمسأشر ألف وخمسأشر عالمية بألفين ومائتين وخمسين مية خمسة وخمسين ألف في عشرين عالمية بواحد وتلاتين ألف شرحتها تابعونا على الحلقة تابعونا على حلقات قناة مص التعليم الفن على اليوتيوب هتلاقينا شرحين الشرايح دي كويس جدا وهتفهموها بسهولة بص يا جماعة رقم إذا عدى مية تنين وتسعين ألف طبعا إحنا شرنا ثمان تلاف والمفروض يبقى متين لما تشيل ثمانية تبقى لك مية تنين وتسعين ألف تعمل التلات شرايح دول بأرقامهم بنسبهم بالناتج بتاعهم سابت يعني تاني بقى حد يسألني قولي يعني إيه تلاتة سابتين يعني لما يجي يقولك حساب الضريبة المستحقة قوله اتنين وعشرين ألف في عشر عالمية بألفين ومائتين بتكتبها بتحفظها بتفهمها وأنا شرحتها المرة اللي فاتت إحنا بنجزل إربع تاعتك إلى شرائح معينة والخمستاشر ألف في عالمية بمتين خمسة وعشرين اوك ومتين وخمسين والمية خمسة وخمسين ألف هاتلالحازبة بتاعتك واجمع تلاتة أرقام دول واحد واثنين وتلاتة 22 ألف وخمستاشر ومية خمسة وخمسين هتديك 192 ألف الواقع بتاع الضريبة في التمرين جاي بمتين وعشرين ألف جاي بـ 220 ألف ومجموعة 3 أرقام دول 192 ألف لما ترحل من بعض هيتبقى لي 28 ألف أضرابها في شريحة ربعة رقم أو نسبة سابتة 22.5% هيتبقى لي 6300 أجمع بقى 2200 2250 31 ألف 6300 يبقى الضريبة بتاعتنا عبارة عن 41 ألف 750 دي المهنة الأولى معنا المهنة بتاع المحاسب وكده إحنا دلوقتي برضو نركز وإحنا من حل التمرين كل مهنة متشابهة من التانية بس طبعا الألفاظ بتختلف هي الفكرة كلها واحدة لكن إنت تركز ده مهندس أو طبيب أو محاسب ما بيجلكش التلات مهن في الامتحان هي مهنة واحدة المقررة أو اللي إنت هتمتحن فيها لكن لازم أكون أعرف الطبيب لو جال التمرين بتحل إزاي لو محاسب أو مهندس بتحل إزاي هنشوف المهنة التانية بتاعتنا وركزوا قوي على الحاجات اللي إحنا قلناها في التمرين السابق هتلاقيها إن شاء الله من القرارة معاك في التمرين ده ببعض الاختلافات في الألفاظ وفي المسميات وفي العناصر اللي بيجيلك في التمرين لكن الفكرة واحدة الخاصة بكل موضوع معين تعالوا كده على التمرين التاني نشوف التمرين التاني بتكلم عن إيه ونبدأ نحل خطوات الحل بتاعتنا بتتحل إزاي طيب الدكتور محمد فرج لديه عيادة خاصة قدم البيانات التالية بإراداته ومصرفاته طيب الدكتور محمد فرج عيادة خاصة ده دكتور طبيب طيب قال إرادات نفس الكلام أتعاب كشف بالعيادة أتعاب عملية جراحية بالخارج أنا مستنيكم تكتبوا الكلام ده عشان لما جا حل التمرين تبقوا إيه تبقوا معايا بالأرقام عشان ما حدش تسألني دي جات منين أتعاب كشف بالمنازل أتعاب عملية جراحية داخل البلاد نظير أحديث تلفزيونية أرباح بيع أجهزة آآ مستعملة مكافأة عن أبحاث علمية في مؤتمرات طبية وإرادة عقار يمتلك الجزء الثاني معنا خاص بإيه بالنفقات والنفقات بتاعتنا كالتالي إيجار العيادة إيجار الشهري قلنا الشهري لا يعتد به إحنا بناخد المحصل نأدي اللي هما ستة آلاف كتب مجلات علمية مصرفات عمومية وإدارية اشتراك نقابة الأطباء مرتبات المساعدين المرتب الشهري بخمسمية استهلاك أدوات طبية ضريبة جمهوركية على أمتاعها خاصة استهلاك ومصاريف السيارة تبرعات منها تبرعات الحزب الوطني والباقي الجماعة خارجية معترف بها مصري ضمن أتعاب العملية الجرحلة أجرها بالخارج هو بالداخل هلفين جنيه سيجريها لعام القادم ملناش دعب لعام القادم الممامل مؤمن على حياة المصالحة زوجته ووالدته ركزوا معايا بقى في كيمة والدته ده دي بواقع قسط شهري ربعمية جنيه طيب نحل التمرين المطلوب الأول تحديد وعاق الضريبة على داخل أشخاص الطبيعيين الممول حساب الضريبة المستحقة عايز أعمل ملاحظات أي أتعاب جمالية عملية جراحية بالخارج تخضع للضريبة إرادات خارج مصر أو خارجها أو داخلها تخضع للضريبة نظير أحد استلفزيونية دي مهمة جدا لا تخضع للضريبة عشان هي غير متكررة وأنا باجأ أشرحها ساعة النقطة لما النقطة تيجي معنا أو الجزء بتاعها هابدأ أشرحها باستفادة شوي مكافأة عن أبحاث علمية في مؤتمرات طبية لا تخضع للضريبة ويرضع أقار لا يخضع للضريبة إيجار العيادة يخضع للضريبة على أساس النقدي ولا يؤثر عليها المحسوب ضريبة جمهوركية على أمتاعها خاصة مرتبطة بالممول ولا تخص العيادة وهي بالتالي لا تخضع تعالوا بقى نشوف حل التمرين إزاي الإرادات أو كشف الإرادات بتاعنا كان بند معنا مش مشكلة لعندنا العدد قد ايه قادي موجود تمانية برضو هنشوف بقى زي ما تعودنا طالما الأتعاب خاصة بنشاط المكان بتاعنا بنحط لها الرقم أتعاب كشف بالعيادة باربعة عشرين ألف أتعاب عملية جراحية بالخارج أو بالداخل برضو بتتحط لها الرقم أو بتضاف باربعين ألف أتعاب كشف بالمنازل باتناشر ألف أتعاب عملية جراحية داخل البلاد بيع عشرين ألف نظير أحاديث تلفزيونية غير مرتبطة بنشاط العيادة بصوا نظير أحاديث تلفزيونية مكافأة عن أبحث في مؤتمرات طبية إرادة عقار غير مرتبط كل دول كتبتهم وخدتوا قدامهم شرطة لأنهم غير مرتبطين بنشاط العيادة الخاصة بالطبيب إلا نظير أحاديث تلفزيونية خلي بالك في الجزئية دي مهمة جدا جدا بالنسبة لكلمة نظير أحاديث تلفزيونية لها تلت حاجات أو تلت طرق دي لو قال لك بنقصين مكررة هتخضع للضريبة. نظير احاديث تلفزيونية لو قال لك مكررة حط رقمها في التمرين. لو قال لك نظير احاديث تلفزيونية غير مكررة مش هنحط لها رقم. حالة التالتة قال نظير احاديث تلفزيونية والسكت. فبتعتبر غير مكررة وبالتالي لا تخضع للضريبة يعني احنا ما بنحط لهاش رقم. فعشان بس ما تختلفوش. لو الحاجة جات لفتامرين كلمة مكررة هبدأ ايه احط الرقم بتاعه. على سبيل المثال لو الدكتور ده بيدي احاديث تلفزيونية باستمرار وليه كل اسبوع حلقة. طالما هو يعني باستمرار اه على موضوع اه ظهور في حلقات تلفزيونية. ازا كان هو باستمرار بيزهر فيعتبر ده بالنسبة لنا ايه? اراد لان هو بياخد من وقت الاعيادة بتاعته. فبالتالي يخضع للضريبة وبنحط رقم بتاعه. يبقى اي اراد لا يرتبط بنشاط المنشأة. ما بيخضعش للضريبة. قلنا الطريقة السهلة ان احنا بنكتبه وبنحط قدامه شرط. حاجة تانية والمهمة جدا ملاحظين ان كلمة اتعاب دايما رقمها بيتحط. بس برضو ممكن انا يعني في لعبة في الالفاظ اتعاب حاجة خارجة عن نشاط المنشأة بتاعتي. لو انا عيادة مثلا وفي اتعاب خاصة بالعيادة بتاعتي. معظم الاتعاب كلها بيتحط لها رقم او تخضع للضريبة. انما تركز في اللفظ بتاعك. هل الاتعاب دي خضع او تخضع او من ضمن اراضات العيادة بتاعتي? ولا مش من ضمن اراضاتها. بس المتداول عندنا وفي كتاب المدرسة او في المتحانات السنين اللي فاتت. لقينا الاتعاب كلها بيتحط لها ايه? رقم او بتخضع للضريبة. خلصنا كده تمن بنود رصناهم طريقة سهلة جدا. بعد كده ندخل على النفقات ونشوف الاراضات بتاعتنا قد ايه? والنفقات قد ايه? ونحاول نكمل بقية التمرين بتاعنا عشان ناخد الايه? الوظيفة التالتة او المهنة التالتة وهي المهندس. طيب كمينا كده النفقات بتاعتنا? نبدأ بعد الاراضات. هندخل على ايه? عن نفقات بتاعتنا. النفقات بتاعتنا عبارة عن التالي المصرفات ايجار العيادة وان الاجاري الشهر ده يهمل. احنا لنا باللي بتحصل في في الشهر. ستلاف في السنة. كتب ومجالات علمية. حد يقول كتب ومجالات علمية مستر ما لاش علاقة بالعيادة. لا ليها. كل دكتور بيكون عنده مكتبة فيها كتب علمية. وطبعا تخضع لايه? للضريبة بتاعتنا. مصرفات عمامية وادرية تخضع. اشتراك نقاط لاطباء تخضع. مرتبات مساعدين ما لناش دعوة قلنا بالشهري. خدنا رقم اربعة تلاف. استهلاك ادوات طبية تخضع. ضريبة جمهوركية على امتاعها خاصة لسه ايلها مالهاش علاقة بالعيادة. جاي لي امتاعها من دولة تانية او من مكان تاني وضربت عليها ضريب او دفعت عليها ضريب. فلا تخضع للضريب. استهلاك ومصاريف السيارة مهمة جدا. يخضع السلسين. اتنين على تلاتة. يعني لما تلاقي في التمرين استهلاك او كلمة مصاريف السيارة او التليفون. تخضع السلسي للضريبة. والباقي لا يخضع للضريبة. هو جاي بها لي تلاتة تلاف وستمية. بضربها في اتنين على تلاتة بالفين وربعمية. طبعا رقم بتاعنا. طلع الفين وربعمية بجمعهم. هيديني اه تلاتين الف وتمانمية. طبعا ببدأ بعد كده ايه? اطرح المية سبعة وخمسين الف اه الاجمال للارادات من الجدول اللي فات من تلاتين وتمانمية. مية ستة وعشرين الف ومتين. ده صف الاراد خبضة خاصة من ضريبة. ما كامل بقية التمرين. صف الاراد اتفقنا على حاجة مهمة جدا. طب الرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة. هو جابها في التمرين. طبعا الارادة عندي كام? مية ستة وعشر الف ومتين. فعشر في المية يديني بالزبط اتناشر الف ستمية وعشرين. طب هو دافع كام? دافع معي مبلغ تلات تلاف جنيه. طبعا انا باخد الاقل. ناشر الف ستمية. وانا شرحتها المدفوع تلاتة. يبقى احنا اللي يخصينا كام? يخصينا الاقل اللي هو التلاتة. اما قصة التأمين على حياته متين جنيه في اتناشر النصف. ليه النصف يا مستر? لنهو مؤمن على حياته لمصلحة زوجته ووالدته. واحنا قلنا مين بس اللي بيخضع للضريبة? هي دايما اللي بيخضع للضريبة بتكون اه زوجته اولاده وليست اه والدته او اخوه او ابن المتزوج حاجات دي قلناها كتير قبل كده. طيب بعد كده خدنا الاقل طبعا التلات تلاف دي لحد الاقصى. فخدنا الاقل طلع مية وعشرين تانمية نقص تلاف هيدينا مية وتناشر الف وتانمية ده وعاق الضريبة. كامل برضو زي التمرين اللي فات واللي لسه متابعنا في حلقاتنا. يبدأ يشوف الحلقة من اولها على اليوتيوب عشان خاطر يسترجع المعلومات الخاصة بكل التمرين. دايما كده التمرين الاولاني بيكون فيه شرح اه مطول اوي بعد كده التمرين بتبقى كلها ايه? اه تكرار او جزء تاني ووظيفة تانية. عشان خاطر ما ايه? ما تلاقيش نفسك الجزء اول ما تدخل على التمرين. ده صعب بالنسبالي ازا كانت المهنة دي او دي ما فيش مشكلة. طبعا هناخد اتنين وعشرين الف عشر على مية وخمستوش الف خمستوش على مية. لاحظ بقى هنا عملناهم اتنين وانت حضرتك يا مستر قللت لنا في التمرين اللي فات اعملوهم تلات. اقول لحضرتك ان المبلغ اللي خاضع للضريبة وعائد ضريبة طالع مية وتناشر الف وتمنمية. طيب. المبلغ ده لو اكتر من مية تنين وتسعين الف. هاعمل تلات شرائح. اللي هو اتنين وعشرين في عشر على مية وخمستوش عالمية مية خمسة وخمسين الف في عشرين على مية. لو اقل من كده واكتر من سبعة وتتنين الف هنطرح الرقم اللي جاي في وعائد ضريبة مية وطناشر تمنمية نقل سبعة وتلاتين الف يدينا خمسة وسبعينة الف وتمنمية اضربهم في عشرين على مية بخمستاشر مية وستين وبعد كده بجمع التلاتة تطلع الضريبة بتاعتنا مية آآ تسعتاشر الف ستمية وكم وعشرة والتبريني التالت معنا برضو مهم جدا بالنسبة للوظيفة الاخيرة معنا قبل ان شاء الله لو في وقت في الحلقة هنبدأ ناخد الرلسر والعقرية وتاملين سهل جدا احنا كده اخدنا وظيفتين طبيب والوظيفة التانية تعتبر بالنسبة لنا المحاسب اول محاسب في الاول وبعاكده الطبيب الوظيفة التالتة المهندس عشان يبقى كده السؤال لم يناه من كل جوانبه يعني احنا بكل التلات اسئلة او التلات موضوعات او التلات المهن اللي احنا مقررين علينا شرحناهم ويبقى حضرتك ما عليك ان انت تفتح كتابك وتبدأ تذاكر وبرضو تهتم بالمدرسة عندك وبالمدرس اللي بيشرح وتبدأ تطبق الاسئلة استفسر من مدرس استفسر من عندنا على قناة مصر التعليم الفني على اليوتيوب اي استفسار عندك ان شاء الله هتلاقينا موجودين معاك طبعا يهمنا مصلحتك في الاول وفي الاخر وبعد كده الموضوع هيبقى سهل كله بالمذاكرة وكله بالاجتهاد عشان التمرين يبقى بالنسبة لك مش ايه مش صعب خالص طيب الجزء التاني بقى الاخير الوظيفة التالتة اللي هي خضع بمين خضع بالمهندس قال المهندس محمد شريف اه يملك مكتبا هندسيا وقد بلغت اراداته ونفقاته كالتالي الجزء الاولاني كده بالنسبة للمهندس او الجزء التالت اتعاب تصميم صالة رياضية بالسودان خمستاشر الف ارباح بيع ادوات هندسية اتعاب تصمات هندسية وبعد كده الجزء بتاعنا خاص بايه اللي هو الحلقة بتاعتنا خاصة بالجزء بتاع الضريبة بتاع ارادات السروة فانت لما تيجي تحل التمرين تبدأ تسطر الجدول بتاعك وزي ما قلت من شوية الجدول عشان خاطر تحله كويس يفضل ان هو يكون في صفحة واحدة ابدأ يعمله في صفحة واحدة كده وكمله هيبقى بالنسبة لك سهل ما فيهوش اي مشكلة طيب احنا دلوقتي ايه الجزء اللي اللي فات معنا او اللي هو خاص بالضريبة بتاعتنا خدنا السؤال التاني او الجزء الاولاني هنبدأ نطبق على الجزء الاخير معنا على ضريبة المهن او ضريبة المهن الحرة او ارادات المهن الحرة الارباح غير التجارية عشان خاطر ناخد الوظيفة التالتة وهي المهندس طيب احنا خدنا التمرين بتاعنا النفقات عبارة عن ايه المهندس محمد شريف يملك مكتبا هندسيا وقد بلغت ارادات ونفقاته كالتالي الارادات اتعاب صالة راضية بالسودان ارباح بيع ادوات هندسية اتعاب اعتصمات هندسية استشارات هندسية وبعد كده جائزة اقدرية نظير ابحاث باحد المؤتمرات وبعد كده اتعاب تصميم بالمشاركة مع احد المهندسين بالتساوي هنبدأ بقى الجزء الاخير معنا النفقات ايجار مكتب تبارعات لجامعات خيرية معترف بها استهلاك سيارة مصرفات عمومية وادارية مرتبات موظف في المكتب واشتراك نقابة المهندسين اشتراك نادي رياضي استهلاك ادوات هندسية مرتب ابنته ايجار مكتبه بالسودان الممول المؤمن على حيات المصلحة زوجته اولاده وابنته غير المتزوجة بواقع بص بلغبطك ابنته غير المتزوجة يبقى دي برضو تغضع من ضمن الايه الحاجات اللي تغضع للضريبة قصة شهر امتين جنيه ابنة الممولة تعمل بالمكتب الهندسي نبدأ بقى نشوف المطلوب تحديد وعائد ضريبة المستحقة ملاحظات اتعاب التصميم بالمشاركة مع احد المهندسين هنشوفها في التمرين دلوقتي والملاحظات دي قررناها قبل كده ونشوف التمرين يتحل ازاي قلنا هنبدأ بالاراضات والاراضات عندنا عبارة عن اتعاب تصميم صالة رياضية بالسودان بتسعين الف اتعاب تصميمات هندسية بمية وعشر الف اتعاب استشارات هندسية بربعين الف قررت انا كلمة موضوع اتعاب دي طالما خاصة بالمكتب الهندسي نحط لها الرقم اما جايزة تقديرية نزيل ابحاث باحث المؤتمرات احنا جينا عندها وخدنا شرطة اتعاب تصميم بالمشاركة مع احد مهندسين هو دلوقتي في مهندس مشترك معاه فاحنا بناخد النص هو اجابها لي في التمرين بتمانين الف بس سيادتك لما تلاقي كلمة اتعاب تصميم بالمشاركة مع احد مهندسين اقسم الرقم اللي جايبه لك اللي هما التمانين الف على اثنين هيطلع باربعين الف ثم بعد كده ارباح بيع ادوات هندسية طالع بخمستاشر الف اجمع الارقام دي كلها طالع بميتين خمسة تسعين الف ونكمل التمرين اجمال الارضات بتاعتنا خلاص خدناها والتبرعات خدنا اجمال الارضات بتاعتنا تعال نشوف الارضات عبارة عن ايه اجار المكتب استهلاك السيارة قلنا خدنا طالما استهلاك سيارة بناخد المبلغ كله نضربه في اتنين على تلاتة تلعب الفين مصروفات عمومية وادارية تلعب عشر تلاف مصروفات موظف المراتبات موظف المكتب بيه تلات تلاف وميتين اشتراك نقاط المهندسين بعشرة اشتراك نادي الرياضي بالف نادي الرياضي طبعا يعتبر ما بيخضعش الدريبة فاخد قدامه شرطة اسلاك ادوات هندسية بحداشر الف مرتب ابنته وابنته لا تعمل بالمكتب خدنا شرطة عشان ابنته لا تعمل ايجار مكتب بالسودان بتلات تلاف هجمع كل النفقات زي الدروس اللي فاتت مصروفات الفكرة في استهلاك السيارة مسلا معنا اللي موجودة في التمرين بمبلغ كم عندي مبلغ خمسة تلاشر الف لما ضربته من خمسة شر الف في اتنين على تلاتة فالداني الجزئية بتاعتي المهمة جدا ليه خاصة بايه اه بالخمسة شر الف ضربتها في اتنين على مية فيطلع لك الرقم بتاعنا اللي هو الاساس اللي هو طالع معنا كام طالع مبلغ عشر تلاف جنيه هتبدأ النفقات وتطرح منها الاراضات ناقص النفقات يديك صاف الاراضة وتعمل الخطوتين اللي في كل تمرين عاملينهم اللي هما ايه تبارات الجمعية خيرها مشهرة وتأمينه على حيات الممول وصالح زوجاته وأولاده وزا كانت بنته في التمرين جايب لي بنته غير متزوجة طب لو هو شال كلمة غير وكتبها متزوجة لا تخضع للضريب هاخد رقم اللي جايبه لي في التمرين وقسمه على اتنين طيب كده هتبقى التمرين بالنسبة لك سهل في واحد يقول لي يا مستر طب ما هو ما فيش تبرعات ولا فيه تأمين على حيات الممول ما فيش مشكلة حل التمرينك عادي جدا ويبقى كده وعاقي الضريبة بتاعتك كمل مش محتاج تطرح تبرعات ومش محتاج تطرح الجزء التاني اللي هو خاص بجمعية خيرية او اذا كان تأمين على حيات الممول وصالح زوجاته وأولاده وقصر تمام يبقى احنا كده يعتبر بنبدأ في نهاية التمرين التالت وان شاء الله برضو نشوف حاجة تانية كده نشوفها نحلها عشان خاطر تبقى بالنسبة لك العملية سهلة طيب خدنا برضو الردوات السر والعقالية بحلقات سابقة والنهار ده برضو عايزين نبدأ في جزء نظر شوية ممكن في الانتحان يجي لك اكمل يجي لك اختار يجي لك صح وغلط هتبقى بالنسبة لك الموضوع صح لاني ده كلها حاجات ايه مكررة كتير وامتحانات كل سنة بقالنا فترة بنجي فيها جزء خاص جدا بموضوع اختار وفيه السنة اللي فاتت جات صح وغلط ممكن يجي يقول لك اكمل مفيش مانع ان اي حاجة تيجي دي اسمها اسئلة متطورة بالنسبة لدبلوم التلات سنين في نهاية السنة بصوا على الامتحانات كويس هتلاقيها متكرارة كتير جدا وعادة جزء بتاع اختار ده بيجي بطريقة كتير يعني مش مش دايه مسلا صح وغلط جات مرة مزاي اكمل او حاجات زي كده طيب نبدأ نكمل التمرين بتاعنا ونشوف التمرين وصل لفين والجزء بتاع النفقات يتحط ازاي او المبلغ بتاعنا يتحط ازاي طيب استهلاك مصاريف السيارة وقلنا مرتب ابنته ومرتب الموظف طيب بص بقى تبارات الجماعية خيرية مصرية مشهرة خدنا صف الاراد ده متين سبعة وتلاتين الف في عشر على مية اداني كام تلاتة وعشين الف سبعمية هو دافع سبعة تلاف تبارات الجماعية خيرية مصرية مشهرة طبعا اقصاد تأمين على حياة الممول بيدفع متين جنيه في الشهر في اتناشر في الفين وربعمية فباخد الاقل ويددين رقم الاخير ده اللي هو كام متين سبعة عشرين الف وستمية والشريح الحد الادنى شريح المعفاة ده رقم سابت على طول بتامن تلاف هيتبقلك متين وتسعتاشر ستمية وما علينا هيبقى قدامنا الضريبة المستحقة لجعنا تاني الضريبة المستحقة لان الرقم اللي اطلع متين وتسعتاشر ستمية اكتر من مجموعة تلات ارقام دول اللي هو مية اتنين وتسعين يبقى اتنين وعشرين الف في مبلغ معي سعد اتنين وعشرين الف في عشر على مية تلع بالفين ومتين وهو خاص بينا خمسطاشر الف آآ آ خمستاشر عالمية تلعب shop22 الف آآ آلفين وماتين وخمسين مية خمسة وخمسين الف في ثلاثين عالمية واحد وتلاتين الف الباقي هنجمع لثلاث ارقام دول بمية تنين وتسعين ونشوفه ما يدينا ستمية وآآ ستلاف متين وعشرة اجمعهم يدينا الضريبة بتاعي. طيب انا عايز اقول بس حاجة مهمة جدا الجزء ده خاص بينا. بيه? ازا لم يحدد بيادة الرب بتاعنا او الضريبة بتاعتنا. بصوا كده معنا. ازا لم يحدد بيادة الايجار تعتبر من بيادة العام طبعا حاجات دي كلها انا اخدها في ايه? في الضريبة التانية بتاع المرتبات. الجزء الاخير بقى معانا ان شاء الله على اكمل وصحة وغلط واختار هي تبقى كده بالنسبة لنا الموضوع مش محتاج اي صعوبة ولا محتاج اي حاجة انت محتاج منك ان انت تركز وتشوف التمرين بيجي ازاي? وتبدأ تحله. احنا دلوقتي لو جيت قلت لك عايز تحل التمرين ابدأ هات القلم الورقة بتاعتك وابدأ طبق خطواتك هتلاقي بالنسبة لك ما تعتمدش على الفهم بس او تعتمد ان انت التمرين بالنسبة لك اه لا ده انا فهمته سهل ما فيش مشكلة لا الكتابة وترتيب صفحتك وخطك كويس بيبديك درجة كويسة ان شاء الله كلكم بتسعوا ان انتم تجيبوا مجموع كبير ربنا يوفقكم ان شاء الله توصلوا للجامعة وتوصلوا لحلمكم كلكم بس محتاج منك تعب شوية محتاج منك شوية التدريبات محتاج منك ان انت تبدأ تطبق كتير جدا تحل تمرين عشان برضو ما يبقاش فكرة تاعة عن دماغك او حاجة. طيب اه كده انتهت حلقتنا النهاردة يا رب تكون حلقة مميزة بالنسبة لكم ونكون وفقنا في توصيل المعلومة ليكم على موضوع مهم جدا وهو موضوع ضريبة المهن الحرة وقلنا التلات ضرائب اللي عندنا او التلات مهن الموجودة المهندس والمحاسب والطبيب اه ويا رب ان شاء الله نكون اه وفقنا في شرح الجزء المهم ده بالنسبة للصف الثالث شعبة ادارة المنتهي في نهاية العام نظام الثلاث سنوات والصف الرابع شعبة تأمينات اه شعبة تأمينات وقوانين او قانون والجزء الاخير ده طبعا بالنسبة لنا مهم جدا مهم جدا تابعوا حلقاتنا على قناتنا قناة مصر التعليم الفني على اليوتيوب وتابعوا حلقاتنا بننزلكم على شريط البرنامج بيئة الحلقات بتزع انت وتابعونا واي استفسار احنا تحت امركم كان معكم استاذ محسن الشريف معلم وزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته